السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتم من هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن أحوال يلقاكم بخير وعلى خير وكتعيشوا أوقاتكم كل طيبة فشكر لكم بزاف على تعليقاتكم رائعة وعلى اللي لايك ديالكم على البرتاج ديالكم طبعا فاصمحوا لي بزاف غبرت عليكم بعد الأيام وغبرت على الطبخ بزاف تقريبا هادي شي شهر مرميت لكم حتى شي وصفة اليوم إن شاء الله كيف طلبتو أو لا كيف طلبتو في الانستغرام وفي فيسبوك دير معنا كيكا ديال رأسانة أو لطورة ديال رأسانة اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد طورة بلاجينواز اللي كتجي رائعة وكتستحق أنكم تجربوها طورة اللي كتكون بنينة وبلجينواز اللي تاواكي جيرت وكي جيمسقي نتمنى من كل قلبي الوصفة دياليومة 2 إعجاب ديالكم وتعجبكم وطبعا لأول مرة كيزور قناتي ما تنسوش تشاركو في القناة وضغطو على الزر لايك وتبرتجو القناة ديالي مع الأحباب ديالكم والأصدقاء باش إن شاء الله يعني القناة تعون فئدة عنين جميع وهذه الطورة دي قدي تلكم على رأس سنة 2022 اللي يدخل عنين بصحة والسلامة ولهنا إن شاء الله فبنسبة المكوينات اللي غادي نحضروا بيالجينواز عندي خمسة ديال البيضات من الأحسن يكونوا درجة الحرارة الغرفة عندي فانيليا وعندي الصشية ديال كاكاو وعندي الصشية ديال الخميرة باكيب باودر وعندي هنا تقريبا واحد كأس ونصف ديال العنبة يعني 120 جرام ديال سكر سنيدة كتبقى دائما لحسب التوق ديالكم هنا عندي واحدة رشيشة ديال الملحة غيق بصوحدة وهنا عندي تقريبا تقيق غادي نقول لكم واشحر غادي يشرب لي ينتعي الدقيق لأنه الدقيق يختلف على حسب النوعية اللي استعملته غادي نجيب هنا واحد لإيناء أو لواحد البول وغادي ندير فيه هنا يا واحد كيف تلككم خمسة ديال البيضات من الأحسن يكونوا يعني درجة الحرارة للمطبخ ويكونوا يعني متوسطين ما يكونوا كبار وما يكونوا صغار وغادي نضيف هنا كسوى نصف ديال سكر سنيدة وبنسبة للسنيدة دائما نكتبق لكم يعني لحسب الطوق هنا غادي نضيف كذلك القبيصة ديال الملحة والصشية ديال الفاني وغادي نحاول أني نخلط ديال مكونات مزيان مزيان بخلاط الكاربائي حتى يضعف الحجم من تاع البيض ويجينا البيض أبيض بحالة ديال من الأحسن كنفضل تستعملوا الخلاط الكاربائي ديال سوف يضعف الحجم من تاع البيض ويطلع لكم بحالة ديال تقريبا نقدر نقول لكم شين الساعة وانتو ما تخلطو باش يجيكم الخليط بحالة ديال وغادي نبدأ نضيف هنا الدقيق فبنسبة للدقيق غادي نضيف ما تضيف وش دقيق يعني بدفعة واحدة يعني غادي بدو نضيف شوية بشوية تقريبا ندرتوا واحد لكأس ديال عنبا وغادي نبدأ نخلط بشوية بشوية وحاولوا انكم تخلطو من تحت الفوق يعني ما تخلطوش بالسرعة يعني رأي زربت انا المقطع ولكن توم حاولوا انكم يعني تحركوا غير بشوية بشوية باش ذاك البيض اللي طلعتو ما يهبط شليكم وغادي نزيد تقريبا وعندي معلقة صغيرة ديال الكاكاو ديال الصاشي لانه هنرس عملت انا شوية ديال كاكاو ديال الصاشي وشوية ديال كاكاو المر ديال العبار يعني غادي تسعملوا معلقة كبيرة ديال كاكاو المر نتاع العبار واحد معلقة صغيرة ديال كاكاو ديال الصاشي اللي كتبع ب30 ريال وهكا كي يجي الخاليات كيف راكم غاتشوفوا معاي فبنسبة لهذا الجنواز هذا شحال الدخلية ديال بقيق تقريبا دخلية يعني جوج كيسان حيد منه مشي شوية مميما قدر نقول لكم ميتين وعشرين جرام تقريبا ما كاملاش وهنا غادي نحاول انجيب هنا واحدة للمول وغادي ندهنه بالزبدة وغادي ندير له ورق ديال الزبدة وغادي نحاول نصب الجنواز ديالي بحالة شكل هذا عندما كيف راكم تشوفوا وغادي نحاول انا ننسويهم زيان بحالة شكل هذا وفضل مرحلة هدا غادي تكونوا شعلتوا الفران وغادي ندخلوه تقريبا نقدر نقول لكم تقريبا واحدة اربع ساعة تقريبا ولا على حسب عشرين دقيقة مميما كتختلف الفران الفران اخر يعني كيتبقى لحسب النوعية ديال الفران ديالكم الشكل يأتي الجنواز ديوانا بصراحة خفيف ويأتي الساهل وبدنين كيف راكم سوف تشوفوا معي بفضل المرحلة هدا غادي نحاول ان اني نقطعو بثلاتة ديال الجزء يعني بتلاتة واثنين نحاول نقطع جزء الاول وbody og على 3 ينحاول ان انقطعوا بعين ميزان ديالكم. ينحاول ان انقطعوا وانطلقوا. بحالة الشكلة داخل كم تشوفوا جزء الاول و جزء الثاني و جزء الثالث. مهم قطعت ثلاثة ديال الجزء. كيف راكم تشوفوا معي الجينواز ديالنا كيفاش يجي من الداخل بصراحة كيجي يجي كامل متقب وكيجي رائع وكيجي ناجح. مئة بمئة وخصوصا الى تبعتوا هذه الطريقة. فبنسبة الى باش غادي نسقي الجينواز كتبقى دائما اختياريا ان انا عندي شوية ديال عسل وزيتو شوية ديال الماضي الحماد وشوية ديال الماء وتخلطوهم زيان وتسقيوا بمكتوش بغيتو العسل ممكن لكم تستعملوا كالمناضة ولا من اللي بغيتو. وبنسبة الكريمة اللي استعملت انا استعملت هنا الكريمة نتعله هلالة بصراحة كريمة جيدة هادي الكريمة اللي استعملت انا كريمة ديال هلالة كتجي رائعة ناصيحة مني لكم ما تسعملوش ديك الكريمة ديال الشونتيي اللي كتطرب بالحليب. يعني ناصيحة مني لكم ومباشرة غديمشيو للضغيصاج فبنسبة للضغيصاج باش غدي نزينو عندي هناك كأس ونصف متاع الحليب وعندي هناك الكريكوز اللي كي تلصق بصراحة الكريكوز اللي كي يكون رائع وعندي نصف كأس ديال الماء وعندي هناك تقريبا ناشا وعندي تقريبا ناشي 12 او 15 لقات عادية للشوكورة الابيض وعندي ملوين بودرة انا استعملت الملوين الازرق انتو ممكن لكم تستعملو اي لون هنا غدي نجيب واحد الكاسرون وغدي ندير فيه تقريبا واحد نصف كأس ديال العنباء ديال الماء وغدي ندير واحد ثلاثة ديال معلق ديال السكر سانيدة وغدي نزيدهم مهم غدي نخلط بعدهم زيان حتى الدوبا ديك سكر سانيدة شوية وغدي نزيد هنا تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال غليكوز فبنسبة لغليكوز هذا خاطر في الاستعمال دياله لانه كي تلصق في الملعقة وكي تلصق في الجدين يعني ما كي بغيش انه يتفرق مع الجدين والملعقة ولكن غدي نعطيكم واحد نصحة باش يقدر انه يتفرق يعني عليكم في ديك الملعقة لانهو معروف فضل الغليكوز كي تلصق وما كي بغيش يتحيد ولكن علاش حنا استعملنا يعني استعملنا باش يعطينا داك اللماعان الطرطة ديالنا الى ما كتوش بغيتو تستعملو لانهو بزاف ديال ناسي ما كي بغيش هاد الغليكوز مكليكم تستعملو شو اسميتو تستعملو اديك اللي تقريبا كي ينسي تسمية مهم ولكن راكيش بقى الغليكوز راكي معروف تاوغي نسي تسمية ديالو اللي اذكرتها اكيدا دي نقول لكم في الفيديو ما اذكرتش مكليكم يعني تستعملو غير الغليكوز كيف سعملت انايا ولكن بصراحة الغليكوز كي يعطي واحد لماعان اللي ورا كلكم كتعرفوه فبنسبة الغليكوز كيفاش غدي تديرو باش انكم يتحيد لكم في اليد او لفلمي العاقة يديكم غتبدو تدوزوها في الماء وتبدو تدفعو داك الغليكوز للكاسرون يعني هذي الطريقة اللي درت انايا باش حاولت اني نتفك منو ديال طريقة اللي كندير انا باش القليكوز يتفك مني ديالو وهنا غادي نحاول نغطي داك القليكوز وغادي تخبعوه حاولوا انكم بزاف دي ناس يديرو الاخطاء كي يحطوه غير في سطح العمل دخلو للتلاجة وحطوه باش يعني ما يخصاش ليكم وهنا غادي نحاول نديرو الخليطة دا فوق النار حتيجي بحالة دا شكلها دا كيف راكم غا تشوفوا معايا يعني غا تشوفوا يبدي غلا صافي حيدو من فوق النار وغادي نضيف هنا تقريبا شي هنا شي 12 لا عفوان شي 8 ديال القيطة ديال الشوكولاتة لبيضاء انا درت 15 ولكن فد المرحلة غادي نضيفه غير 8 ديال القيطة عندها الشوكولاتة وغادي نحاول اني نحرك مزيان حتي يدوبو وغادي نزيد دي كاس وانصف متاع الحليب وغادي نحركوه مزيان 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 بحالة ديشكلها دا وغادي نحركوه مغادي نحاولو انا نضيفو انا ملوين بودرة إلا ما كانش متوفر ملوين بودرة غادي نضيفو ملوين سائل لتاوزوهم بصراحة لما لقيتو شاد ملوين بودرة ضيفو سائل ماشي ضروري ان لكم تديرو بودرة وبنسبة اللون كي بقى دائما اختياري تقدروا تسعملو اي لون كتفضلوه احمر ازراق ابيض تسعملو اي لون انتوما كتفضلوه ويقدروا ينسبكم في الاعياد المياد ديالكم وغادي نحاولو اني نحرك مزيان مزيان بحالة ديشكلها دا حتى تاخد اللون اللي انا مباقي يعني تقدروا تديروها كاملة انا جبت خمسة ديال درام جبتها بالعبار وبصراحة كي يعطيو غي شوية ما عارفتو شنو المشكل واشغاليه وما عارفتو شكا تقولي ما عطوني خمسة درام كي يعطيك واحد القبيصة واحد طويصة وصفوا غادي نديروهم فوق النار وغادي نزيدو عليهم واحد الناشا تقيبا واحد جوج مع القد الناشا حتى غادي تحسطوا بحالة ديشكلها دا إلا ما درتوش الناشا را ما غاديش يجيكو معاقد بحالة ديشكل مني غادي تديروهم فوق النار ضيفو لي واحد جوج مع القد الناشا وغادي ندخلو لتلاجة واحد اربع ساعة على من ما غادي يجمدش شوية وديك ساعة نخدمو بي فبنسبة لنا الطورتة ديالي ايا ديموليتها فاصمحوا لي بزاف ما تصورش معاكم داك المقطع مني نضيموليت الطورتة فرا سهلا دائما كندير معاكم الطورتات كيفاش ديموليهم را قطعت معاكم ثلاثة ديال الجنواز غادي تديرو جزء الأول وغادي تثقيوه وغادي تديرو الكريمة تعاود تديرو جزء ثاني وغادي تثقيوه وتعاودو تديرو الكريمة وانتو ما غادي حتى تكملوها ومن الفوق غادي تديرو ديك الكريمة ديالهولالة كاملة وتغطيوها يعني كاملة تولي بيضة بحالة ديشكل هذا ومباشرة منصفي غادي تديرو لعا الكريمة من الجناب وذك الشي عادة دي نجيبو ذاك اللي تغيصاج اللي درت معاكم لي خليته فتلاجة قريبا 1-4 ساعة وغادي نحاول أنني نديرو فوق الطرطة ديالي يعني باش جي الطرطة مساوية وتجي كاملة يعني فيها اللي تغيصاج اللي قديت معاكم نتمنى وخزر بتعليكم شوية في هذا الفيديو نتمنى إن شاء الله الفيديو يكون مفهوم والطريقة تكون مفهومة وكيف راكم غا تشوفوا معايا حاولت أنني نبسط لكم الوصفة وما تكونش معقدة والله إلا حاولت ما تكونش الوصفة معقدة ولكن بصراحة راوصفة باينة يعني قدم يعني يكون يعني يقدر أي واحد يعني يقدم عادة الطرطة هذه فكيف راكم غا تشوفوا معايا غادي نحاول أنني نقدر جوان بكا بالموس ونحاول أنني نقدرهم زيان إن شاء الله نقدرهم وغادي نطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطرطة اللي قدمت لكم اليوم نتمنى من كل قلبي أنها تعجبكم فهذه الطريقة اللي دهت الطرطة ديالي من قدرت لجناب وقدرت لع الواسط وحاولت أنا نزينك بشوية ديال تقدرون توم تزينوا باللي بغيتوا بالشوكولاتة تكتبوا السمية ديال السمية اللي بغيتوا تديروا للعيد ميلاد أنا كا قدرت هادو غيية ديال شنو اسميتهم دك كوكيز تقدروا تديروا كوكيز تحاولوا تحكوه وتديروا في الواسط مهم تزينكي بقى دائما اختياري هنا من قطات معاكم واحد طيف شوفوا الشكل نيائي ديالا كيفاش كتجي بصراحة كتجي زوينة بزاف وكتجي بنينة وكتجي مع الكريمة متماسكة وكتجي يعني طباقة مور طباقة وكيجي وبينين يعني طباقة سوداء طباقة بيضاء وحنا غادين بصراحة كيجي بصراحة الطرطة اللي كتكم بنينة وكتجي يعني ما نعودش لكم طرطة اللي كتستحق تجريبة ونتمنى من كل قلبي كامل انكم تجربوها واثنين اعجاب ديال المتبعين ديالي اللي اول مرة تبعا قيزوا القناتي ما تنسوش تشاركوا في القناة واضغطوا على الزر لايك وتبرتجوا القناة ديالي من احباب ديالكم والاصدقاء باش ان شاء الله تعوم الفائدة عني الجميع وما لي اياه الى نزد معكم فيديو الى كتبوا بغيتوا بحرد الوصفات كتبوا علي في الكومنت اشتركوا في القناة